موسيقى 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 طبعاً ضمن استراتيجية وزارة السلاوات التكنولوجيا المعلومات لتطوير كل مكاتب البريد وزيادة عددها بدأنا منذ خمسة سنوات بـ 3,800 مكتب اليوم لدينا قرابة الـ 5,000 مكتب ما بين مكاتب ثابتة ومترقلة أكثر من 85% منها تم تجديده بالكامل كما قلت نستعيد تراث المكاتب ذات القيمة التاريخية والطراز المعمالي المتميز ونجددها ونعيد إليها جمالها لكي تخدم أهل المنطقة وتكون لائقة باستقبال مواطنين وأهلنا في مختلف يعني هو المكتب طبعا نتكلم عليه زميلي وصديق الدكتور عمر لأن ده مكتب بريد يتبع وزارة التصالات والتكنولوجيا المعلومات صح هو كان قبل كده محطة أو محطة لقطار الملك فؤاد ولكن هو مكتب بريد الآن بمناسبة مكتب البريد أنا ببارك لكل أهالي كفر الشيخ على هذا المكتب وهذه الخدمات المتطورة الشاملة اللي بيقدمها البريد المصري تحت مزلط وزارة للصلاة والتكنولوجيا المعلومات في كل أنحاء الجامورية بصراحة ولكن وكل الخدمات مش كل أنحاء الجامورية لا كل أنحاء الجامورية وكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن ودي إضافة كبيرة لكفر الشيخ وأمواطني كفر الشيخ والتيسير عليهم في كل نواحي الحياة اللي هم بيحتاجوه أرجع تاني للموضوع المحطة وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية وبعدين أقول لحياتك احنا نعمل إيه النهاردة في طرق كفر الشيخ هطول عليك معالي شوية إحنا عاملين خطة طموحة كبيرة جدا لتطوير كل محطات السكك الحديدية سواء المحطات اللي داخلها في إطار قورة حياة كريمة يعني هنوصل للقرية محطة قرية محطة مركز داخل في حياة كريمة بنتطورها بنتطور تقريبا حوالي أربعين محطة في إطار الخطة حياة كريمة بنتطور باقي المحطات الكبيرة زي محطات المحافظات ومحطة اسكندرية ومحطة القايرة في إطار تطوير محطات السكك الحديدية عمون كلها لما بنجي لمحطة زي كده بنلاقي حاجة لها تاريخ ولها أثر زي محطة برضو قطار النزهة ودي محطة كانت محطة برضو لقطار الملك طورنا القطر نفسه وطورنا المحطة وبقت مزار سياح النهار نفس الكلام هنا لو هي المحطة هناك كان لقى استخدام اخر غير ان هي تبقى محطة وجراش وكنا عملناها كده عشان يصطر على الاهالي ونقدم لهم خدمة فدي كانت اول نموذج لمحطة ممكن نستخدم جزء فيها لان المحطة مجموعة مباني كبيرة محطة الركاب قدام شوية وهنا المحطة اللي كانت مخصصة للملك اتحولت الى مكتب بريد جنبنا يمنا وشمال هذا الموقع منطقة ارض فاضية اتنظفت واتمهدت واتعمل فيها ايضا خدمات لهالي كافر الشيخ على نفس الطراز المعماري المتميزة انا بشكر وزارة الاتصالات والمهندسين اللي اشتغلوا في هذه المحطة وحولوه الى انا عايز اقول مدحف حاجة تاريخية جميلة رجعوها الاصلاها يمكن اجمل كمان من اصلها الحاجة لما بتتجدر على اصلها وبتتجدر بقى بيعني مواد العصر والشكل الجديد بيبقى شكلها جميل جدا فاحنا ان شاء الله باذن الله وهدية ايضا من وزارة النقل من الحكومة المصرية كلها لأهالي كافر الشيخ هنعمل مجموعة من الخدمات يمين وشمال هذا المبنى مرتبطة بالمحطة بنفس الطراز المعماري المتميزة ولكن خدمات اخرى خلاص بردة عمل هنعمل بقى مجموعة من المباني الادارية عيادات اطبة صيدليات محلات تجارية كل الاهالي كافر الشيخ بيحتاجوه احنا هنعملو احنا لسه برقناش احنا منتظرين لسه ومن خلالكم بقولها لسه منتظرين مستثمرين كافر الشيخ واهالي كافر الشيخ اللي عايز يقدملي اي مقترع عشان نستغل لهذا الارض فيه مشروع خدمي مفيد اليوم احنا جاهزين اتعاون معاه ونعمل حاجة تليق باهالي كافر الشيخ وتليق بالجمهورية الجديدة اللي ارصى دعائمها الرئيس عن فتاح السيسي وان شاء الله باذن الله بقيت اليوم حارتك بقى هتمشي معنا وهتشوفي اه احنا بنعمل مجموعة من المشاريع كبيرة اشكرك يا فندم على المقدمة ده دورنا في الهية قومية البريد تنفيذ سياسة الدولة توجهات رئاسية طبعا لاهتمام زي ما حضرتك قلت بالمباني الاسرية الهية قومية البريد هي اكبر حائز على عدد كبير من المباني مكاتبنا بتعدي 4300 مكتب بتخدم المصريين في جميع انحاء الجمهورية محافظة كافر الشيخ تحديدا تحصل على نصيب كبير عندنا 162 مكتب داخل المحافظة حياة كريمة فيها اكتر من 8 مكاتب قمنا بتطوير كل هذه المكاتب فالإدارة المتخصصة في المباني الاسرية كان ضرتها النهاردة محطة مكتب بريد محطة الملك فؤات كل المكاتب بتقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين بكافة يعني أنواعها سواء خدمات حكومية أو لوجستية أو خدمات بنكية أو خدمات شهر عقاري كل الخدمات بتقدم من جميع مكاتبنا عندنا الرغبة أن احنا نقدم الخدمات بتاعتنا بطريقة متميزة مش بس تكون لكبار العملاء لكل العملاء العملاء بتاعنا من حقيقة أنهم ياخدوا أجمل خدمات في أحسر خدمة هو الحقيقة لما احنا بنتكلم على تقديم خدمات أفضل وبنقدم بنفتح بابنا لجميع مقدم الخدمة في الحكومة في الحكومة